الذين ينقذون عهد الله من بعد ميثاقه ويققعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم القاسرون لما شرح الله سبحانه وتعالى لنا الإيمان ووجوب اتباعه حتى لو لم نفهم الحكمة من ذلك كان هناك ثلاث فرق المؤمنون والكافرون والمنافكون هتلاقي أن المؤمن آمن واتبع دون جدال ولا نقاش أما الكافر والمنافق فجادل وناقش ورفض الإيمان وختم الآية الكريمة السابقة وما يضل به إلا الفاسقين وبعد كده جات صفات الفاسقين الذين اسم موصول يصل الكلام الذي قبله بما بعده ينقذون معناه في اللغة العربية ينقثون أو يهدمون أو يحلون والكلمة دي ممكن تعود على عهد أو بناء أو حبل متهيأ لي الكلام ده سم شوية ومحتاج بعض الأمثلة التوضحية نقض العهد زي في الآية الكريمة الذين ينقضون عهد الله ونقض البناء حصل مع سيدنا موسى والخضر لما ذهبوا إلى القرية فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه وأخيرا نقض الحبل كما في قوله تعالى ولا تكونك التي نقضت غازلها من بعد قوة عهد الله هو عهد الله على عباده بالتوحيد والطاعة طب إمتى كان؟ كان وإحنا لسه زرية في ظهر سيدنا آدم لما خلق الله وسيدنا آدم مسح على ظهره بيده اليمنى وأخرج الزرية وأخذ عليهم العهد بالطاعة والتوحيد وكان يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يكتفي بهذا العهد ولكنه أرسل إلينا الرسل والكتب السماوية والأدلة العقلية والنقلية وفرق جاسع جدا بين المؤمنين والفاسقين قال الله تعالى عن المؤمنين الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق أما الفاسقين زي ما شفنا في الآية الكريمة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فالمؤمن مأمور من الله عز وجل بالوفاء بالعهد قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف من قتل معهدا لم يرح رائحة الجنة ومعنى معهدا هم غير المسلمين الذين أعطاهم المسلمون عهدا بالأمان إزاي تم فتح مكة تم لما نقدت كريش عهدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلت من خزاع خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم أما بقى اليهود فحدث ولا حرج من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى الآن وهم ينقضون العهود هتلاقي مثلا أن يهود بن النظير حاولوا أن هم يختاروا الرسول بإلقاء حجارة ولكن الله أوحى إليه فحاصرهم وطردهم من المدينة من بعد ميثاقي إيه معنى كلمة ميثاق؟ هو العهد المؤكد باليمين تاني صفة للفاسقين ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل سؤال جميل إيه الفرق بين ينقضون ويقطعون؟ الفرق في التايم بروفايل أو الوقت ينقضون محتاجة الوقت لأنك بتهدم أما يقطعون مش محتاج الوقت كتير لأن القطع سريع ما أمر الله به أن يوصل؟ أكيد طبعا صلة الرحم الشيخ الشعراوي بيقول المؤمن محصن نفسيا بالعديد من الروابط تبدأ برابط الأسرة ثم صلة الرحم ثم الجيران ثم الحي ثم الأوطان ثم سائر المؤمنين لكن الغرب ما تلاقيش عندهم أي روابط أسرية فتجد مل الإنحراف للخمر والزنا والانتحار وغيرها العديد أما إنحراف شباب المسلمين اليوم نلوم عليه الآباء والأمهات اللي تركوهم بدون توجيه أو إرشاد للصلاة والعبادة وصلة الرحم يكفيني جدا لو خرجت من الآية الكريمة أنك أنت تقوم دلوقتي وتتصل برحمك اللي من زمان ما تصلتش عليهم وتتطمن عليهم كان ممن خاض في السيدة عائشة في حادثة الإفك الشهيرة أحد أقارب سيدنا أبو بكر الصديق الذي كان يصله وينفق عليه فأقسم ألا ينفق عليه قال الله تعالى فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه والله إني لو أحب أن يخفر الله ليه وأعاد الإنفاق على قريبه المؤمن يعتقد بأن صلة الرحم سبب في ساعة الرزق وطول العمر والبركة وبلا شك من ينقض العهد ويقطع الرحم لابد أن يفسد في الأرض وهي دي الصفة الثالثة للفاسقين صور الإفساد في الأرض كثيرة جدا أعظمها الشرك بالله وكمان عندك الاستعانة والاستغاثة والذبح لغير الله والنذر لغير الله وكمان السحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقثف المحصنات المؤمنات الغافلات وأكيد إشاعة الفحشة في المؤمنين بنشر الأفلام والأغاني الخليعة والنتيجة الحتمية لهؤلاء الفاسقين خسروا أنفسهم خسروا الدنيا بؤس شقاء خسروا الجنة فازوا بالنار اللهم لا تجعلنا منهم واجعلنا من المؤمنين المتقين جزاكم الله خيرا شكرا 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 شكرا